مرحبا بكم في الأحد الاقتصادي يتبع الاقتصاد الأردني نوعين من السياسة الأولى مالية وتتعلق بالمهام الرئيسية لوزارة المالية من دين عام وعجز ووفر في الموازنة والمنح والمساعدات وإرادات الحكومة ونفقاتها والثانية هي سياسة نقدية لها علاقة بالودائع والتسهيلات والقروض وحجم الاحتياطيات من العملات الأجنبية وهي من أهم أدوار البنك المركزي والجهاز المصرفي بشكل عام الذي يشهد أشاد دائما بدوره في شتى المجالات ويشهد أيضا تقديرا لسياسته الحصيفة في التقارير الدولية وما يقوم به من دعم للاقتصاد الأردني في مختلف الظروف اسمحوا لي أن أبدأ وأرحب بضيفي في هذه الحلقة المدير التنفيذي لدائرة الأبحاث في البنك المركزي دكتور نظار العزام أهلا وسهلا بك دكتور ومدير عام جمعية البنوك الدكتور عدلي قنتح أهلا وسهلا بك أيضا دكتور معنا سأبدأ من عندك دكتور عدلي سأبقى في نفس المجال وهو مجال الثقة بالدينار الأردني ظهر ذلك من خلال الودائع الموجودة في الدينار مقابل الدولار رديكم في البنوك بشكل عام نعم شكرا جزيلا نعم صحيح الودائع أنها طبعا غالبيتها بالدينار الأردني ويحرص البنك المركزي على طبعا الرقابة على هذه الودائع وأنه تكون غالبيتها بالدينار الأردني حتى يدعم قوة الدينار نحن نحكي عن وداع حجمها حاليا بالجهاز المصر التي تصل أكثر من 34 مليار دينار وتقريبا أكثر من 70% من هذه الودائع هي بالدينار الأردني وبالتالي هذا يعزز قوة الدينار الأردني ويعزز الطلب على الأصول المحررة بالدينار ويدعم الثقار بالدينار الأردني الودائع طبعا تنمو لكن بمعدلات منخفضة قليلا لكن هذا لا يعني أي أمر سلبي طالما أنه هناك نو في الودائع نعم طيب تحديدا في جزئية الودائع نتحدث في 2018 كنا نتحدث عن 33 مليار و800 مليون تقريبا ونصف ولكن بأيار 2019 نتحدث عن 34 مليار و39 ألف دينار من الودائع زيادة حجم الودائع يعني غياب فعليا السيولي من السوق؟ بالعكس يعني الودائع أصلا السيولي شو تعرف السيولي؟ السيولي في السوق هي إجمال الودائع الموجودة في الجهاز المصرفي والأموال الموجودة بين أيدين الناس لكن غالبية السيولي غالبيةها تكون هي ودائع داخل البنوك وجاهزة للإقراض وبالتالي طالما أنه عندنا نمو في الودائع طالما أنه عندنا قدرة على انتقال هذه الودائع من البنوك إلى الجهات التي تطلبها على شكل قروض وتسهيلات وغيرها فالسيولي لا تعني أنه أو نمو الودائع لا يعني انخفاض السيولي بالعكس لأن تعريف السيولي هي إجمال الودائع زائد النقد المصدر لبصدر البنك المركزي والودائع الموجودة بين أيدين الناس اليومية طبعا هذه حجمها قليل جدا لأنه غالبية الفلوس أو السيولي الموجودة بتكون على شكل ودائع ولكن تنتقل إلى الغطاعات الاقتصادية ولأيد الناس عن طريق إما الرواتب والأجور التي تدفع شهريا أو عن طريق التسهيلات التي تمنح البنوك حسب نوع التسهيلات التي تمنح من القطاعات الاقتصادية سواء كانت تسهيلات للأفراد أو للشركات الصغيرة والمتوسطة أو للشركات الكبيرة نعم طيب الفائدة على الودائع اليوم مغرية خاصة بوجود جمعية البنوك والبنك المركزي بذات الوقت الفائدة على الودائع التي تودع لدى البنوك بالمجمل مغرية اليوم لوضع هذه الودائع لا شك أنها مغرية وبالتالي نحن نحك عن معدلات بالمتوسط تتجاوز 4 أو 5% حسب حجم الودائع التي مودع لدى البنك أو لصاحب الودائع وهذه معدلات إيجابية وجيدة وجاذبة للودائع وبالتالي نحن نحك عن وضع مشجع لاستقطاب الودائع سواء كنا نحك عن الودائع الموجودة داخل الأردن لدى الناس ولدى العاملين والشركات والمؤسسات أو للمستثمرين الموجودين أو الأردنين العاملين في الخارج لهم حسابات موجودة في البنوك الأردنية إذن سأذهب إليك دكتور عدلي لنفس السؤال أو في نفس المحور نتحدث عن تسكيلات وصلت بين البنوك مقدمة للأفراد والشركات وأيضا على شكل سندات تصل إلى 26 مليار و730 مليون دينار هذا يعني بأن هناك طلب على القروض وتسكيلات بشكل عام من السوق نعم هذا مؤشر كثير مهم بيعكس أولا توفر سيولة لدى الجهاز المصرفي وجهزية هذه السيولة للانتقال من القطاع المصرفي إلى مختل القطاع الاقتصادية وبالتالي نمو التسكيلات بمعدل وصل إلى 5% خلال النصف الأول من هذا العام مؤشر إيجابي جدا بالرغم من عدم نمو الوداع بنفس المعدل وبالتالي هذا يعني أنه فيه أنه طلب على التسكيلات وأنه هناك حركة في النشاط الاقتصادي وبالمناسبة هذه التسكيلات أكثر من 90% منها تذهب إلى القطاع الخاص والقطاع الخاص هو المهرك الأساسي للنمو في الاقتصاد وموزع على قطاعات اقتصادية مختلفة على قطاع التجارة وقطاع الإنشاءات وقطاع الصناعة والأفراد وغيرها سأعود إليك لنتحدث عن القطاعات وتصنيفاتها ولكن مشاهدنا سنذهب إلى فاصل قصير ونعود من بعده في الأحد الاقتصادي وسنتحدث تحديدا عن التسهيلات البنكية وعلى أي القطاعات تتوزع أكثر عام جمعية البنوكة دكتور عدلي قندع أهلا وسهلا بكم كنا نتحدث عن حجم التسهيلات الموجودة في الأردن من القطاع المصرفي للشركات ولكل القطاعات ولكن كنا سنتحدث عن تفصيلة هذه التسهيلات وتوزعاتها بالقطاع الأول لإنشاءات أخذت جزئية 25% من هذه التسهيلات بشكل عام لأن القطاع الإنشاءات جاهز للتمويل أو بحاجة إلى التمويل أما أن هناك تعثر في هذا القطاع بالعكس القطاع يستحوذ على نسبة كبيرة كما ذكرت 25% من إجمال التسهيلات نحكي عن رقم بالمليارات وبالتالي هذه القطاع طبعا إلو ترابط مع باقية القطاعات الاقتصادية مع قطاع الحديد مع قطاع الإسبنت مع قطاع الصناعات التحولية وباقية القطاعات الأخرى وبالتالي مهم جدا هذا القطاع وإلو دور كبير بتحريك حركة الاقتصاد لأنه متشابك زي ما ذكرت مع باقية القطاعات الاقتصادية كمان القطاعات الأخرى إلها دور وهي قطاع التجارة بيأخذ نسبة من التسهيلات تصل تقريبا إلى حوالي 17ا من إجمال التسهيلات الممنوحة من القطاع المصرفي القطاع الصناعة أيضا للنسبة يستحوذ على تقريبا 11 أو 12ا من إجمال التسهيلات الممنوحة من القطاع المصرفي وبالتالي نحن نحكي عن تسهيلات ا génارية بقدم القطاع المصرفي وهذا القطاع نحن نعرف بشكل تقريبا أكثر من 90% من القطاع المالي في الأردن وبالتالي يقوم بدور محوري ورئيسي والذي أحب أن أركز عليه بأن غالبية أو معظم هذه التسهيلات تذهب إلى القطاع الخاص ونركز على هذه النقطة وعلى هذه الموضوع كون القطاع الخاص يجب أن يكون هو المحرك الأساسي للاقتصاد ورائد في مجال التسهيلات بشكل عام وبالتالي هذا مؤشر جيد وإيجابي وينعكس على معدلة نمو قد تكون معدلات النمو التي نحكي عنها 2% سنويا تنمو أو يحققها لإقتصاد الأردنية رغم كل السعاب ورغم كل الصدمات ورغم كل الظروف الصعبة التي يمر فيها الإقليم قد تكون ناتجة عن هذه التسهيلات التي تقدمها البنوك بشكل مباشر للمختلف قطاعات الصدرية دكتور نظار سأبدأ بالتعليق على قطاع الزراعة وسأبدأ ما عندك دكتور عدلي القطاع الزراعة أيضا حاز على أقل المؤشرات نتحدث عن 1.13% من قيمة التسهيلات بشكل عام الممنوحة من البنوك القطاع لا يلجأ إلى البنوك أما أن هناك منافذ أخرى لا هو واضح أن هذا القطاع يستحوذ لكن السبب الرئيسي أن القطاعات الأخرى أكبر حجم من القطاع الزراعة ومساهمتها في الناتج أكبر وبالتالي تحتاج إلى تسهيلات وأسيولة أكبر من هذا القطاع لكن بالأرقام المطلقة يعني نحكي عن مئات الملايين نحن لقطاع الزراعة وقطاع الزراعة قطاع مهم ويساهم طبعا في تلبية احتياجات وتوفير المواد الغذائية لشريحة واسعة من السكان لكن زي ما ذكرت السبب انخفاض هذه النسبة هو كبر حجم باقي القطاعات الأخرى في الاقتصاد وبالتالي تنعكس على نسبة مساهمة قطاع الزراعة منها تكون أقل من 2 منامج نعم دكتور عدلي نتحدث عن بالمجمل البنوك لماذا تقوم بترويج لمثل هذه القروض بنسبة فائدة 1% أو 2% أو 1.5% ولا تروج لقروضها قبل هذه القروض إذن يعني بشكل عام تروجون لقروض بـ 1% نسبة الفائدة فيها التي ذكر هي الفائدة يعني البرامج اللي بيقوم فيها بالمناسبة البنك المركزي هي مبادرات ريادية لكن البنك المركزي دائما بذهنه أنه لديه جهاز مصرفي متين وصلب ويعمل بأسس مهنية عالية وبالتالي بيعتمد على تنفيذ هذه البرامج من خلال هذه البنوك نعم يعني أنتم الزراعة التنفيذي لهذه المبادرات على كلف الأموال زي ما تفضل الدكتور نيضال كلف الأموال الموجودة أو التي تمر من خلال هذه البرامج تكون منخفضة جدا تصل السيولي إلى البنوك بمعدلات فائدة بين 1% و 1.5% والبنوك تمنحها للقطاعات الاقتصادية مختلفة بها مشربح منخفض برضو مقارنة مع الأموال الموجودة لدى البنوك لأن الأموال الموجودة لدى البنوك فيها كلف مختلفة نحن نحكي عن كلف أساسية هي الودائع قد يشفي فوائد على الودائع وبالتالي هاي كلف الأموال وكلف تشغيلية أخرى يومية تنعكس على التسهيلات الاتمارية للبرامج والتسهيلات والحلوب المصرفية الموجودة والمنتجات الموجودة العادية الموجودة ومتوفرة بشكل متنوع لمختلف القطاعات الاقتصادية عند البنوك لكن هاي البرامج ميزتها أنها توفر سيولي للبنوك بكلف منخفضة حتى تصل للمقترض والقطاعات الاقتصادية بكلف أقل حتى نشجح هاي القطاعات وزي ما ذكر الدكتور نيضال القطاعات المسادة في قطاعات حيوية وقطاعات لها دور كبير في إحداث نمو اقتصادي وهي المعول الأساسي لإحداث معدلة نمو مستقبلية وهي القطاعات التي ستقود النمو في المستقبل قطاعات السياحة قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة وغيرها وبالتالي والناقل وبقية القطاعات وبالتالي هاي البرامج تساعد هي مكملة للمنتجات الموجودة لدى البنوك ولكن ميزتها أنها كلفها منخفضة وتساهم في إحداث نمو وخلق قرص عمل جديد سمح لي بس كم مركزي نفسه أكيد يعني نتق أيضا من البنوك إنه هي كمان سمدهية موجودة يعني اللعم إذا تسمح لي يعني مروج عليه موجودة على الويب سايتس تاعة البنوك بشكل واضح وبالتالي البنك المركزي كمان على الويب سايت تاعة البنك المركزي موجودة ويتم الإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام وبالتالي متاحة للتعرف عليها من قبل مختلف الجهات إحنا كجمعية بنوك قمنا في الواقع قبل عدة سنوات بحصر كل المنتجات والحلول المصرفية والخدمات التي تقدمها البنوك بمجلد ضخم وكان الأول من نوعه في الواقع من 2012 بكل الونتجات التي تقدمها البنوك التجارية والبنوك الإسلامية ومنشور ويحدث بشكل سنوي وبالتالي هو قابل أن يطلع عليه أي جهة سواء كنا نحكي عن أفراد أو شركات صغيرة منشور على الموقع الإلكتروني وبالتالي هذا بيتيح الفرصة لكل الجهات لإطلاع على ميزات كل منتج موجود متوفر لدى البنوك سواء كانت منتجات مباشرة من خلال البنوك أو من خلال برامج البقدمة حقيقة أسبوع الماضي أعود إليك دكتور عدلي بالبنوك اليوم هل هي متينة كفاية لتحافظ على وجودها بالسوق وعلى جودة الخدمات التي تقدمها للأفراد نعم يا سيدي البنوك نعم في وضع سليم ومعافى وصلب ولطالما أشهدت بالبنوك مختلف تغارير الدولية التي تصدر عن الاقتصاد الأرديني وعن الجهاز المصرفي وعن السياسة التنقطية وبشكل خاص للقطاع المصرفي بأن البنوك ووضحها سليم لدينا سيولة متوفرة بشكل مناسب جدا وكفاية رأس المال لدى البنوك تفوق متطلبات الجهة الرقبية وخاصة متطلبات البنك المركزين كفاية رأس المال أنها حاليا تصل إلى حوالي 17% مقارنة مع 12% متطلبات البنك المركزين أو 10.5% متطلبات لجنة بازل وبالتالي وضع البنوك سليم ومعافى وهي قادرة على توفير مختلف التأسيلات ومختلف أنواع الخدمات والمنتجات لمختلف اقطاعات التصالية جزئية نسبة ديون غير العاملة أو هي ديون والقروض وغيرها من التسهيلات التي أخذها المواطنين أو الشركات بشكل عام والمستفيدين من التسهيلات ولم يسددوها تقريبا وصلت إلى 5% تحدثت عن 4.19% ستؤثر هذه على البنوك يا سيدي هاي النسبة 4.9% وصلت حاليا لكن لهم نهاية 2018 في الواقع لسه بيانات الأول آخر بيانات من شهورة آخر بيانات من شهورة وهذه النسبة ما تزال بعيدة جدا عن الخطر الأحمر اللي هو 10% وفقا للمعايير الدولية وبالتالي ومن حجم تسهيلات تسهيلات وصل أكثر من 26 مليار دينار وبالتالي ما نزال نحكي عن نسبة منخفضة نسبيا والأهم من هيك أن هاي التسهيلات مغطاة يعني مأخوذ إلى مخصصات ومغطاة بنسبة التجاوز 79% وبالتالي نحن نحكي عن أن البنوك محتاطة لهذا النوع من التعثر أو التأخر في السداد وبالتالي لا يوجد خلق حول هذا الموضوع نقرأها من جانب ثاني نحن نحكي عن أكثر من 95% من التسهيلات أنا هيك بقرأ النسبة أكثر من 95% من التسهيلات هي عاملة وتسدد بوقتها من مختلف اقتصادي سواء نحكي عن أفراد شركات صغيرة متوسطة شركات متناهية صغر أو حتى شركات كبرى وبالتالي نحن بوضع سليم ومعافع البنوك أيضا في وضع يحقق ربحية معقولة ومقبولة وتعود بالفائد على المساهمين وتحافظ بشكل كبير على الوداع الموجودة لديها وهذا مؤشر إيجابي لما نحكي عن وضع سليم للجهاز المصرفي نحكي عن أن هذا الجهاز قادر على المحافظة على وإدارة الأموال الموجودة لديها وهي أموال الجمهور وأموال الشركات وغيرها طيب دكتور عدلي لديك دراسة في هذا الشأن نعم حيث إلى أين تتوقع بما أنك بحثت في هذا المجال إلى أين تتوقع أن تذهب أسعار الفائدة إلى ارتفاع أم إلى انخفاض خاصة بأن أغلبية الشعب الأردني يعتمد على هذه التسهيلات يعني لا شك أنه ظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية تختلف عن الوضع في الأردن نعم الاقتصاد الأمريكي تبع سياسة بعد الأزمة المالية العالمية كانت تطلب أنه يشتري حجم كبير هائل من السندات التي كانت سبب رئيسي بحدوث الأزمة المالية العالمية وبالتالي امتص حجم كبير من هذه السندات وفقا لسياسة التيسير الكمي التي تبعها ظروف الاقتصاد الأمريكي حاليا في حال الانتعاش وعادة البنك المركزي يطلع على متغيرين أساسيين معادل النمو ومعادل التضخم لكن يقلقوا بشكل أكثر لمعادل التضخم لأن الدراسات كلها تشير إلى أن أي ارتفاع في معادلات التضخم والأسعار بشكل مبالغ فيه أكثر من المعادل المستهدف وعادة المعادل المستهدف يكون حوال 2% 2 إلى 3% في معظم الدول المؤشرات تشير لأن الفيدر رزيرف ممكن أن يغير في أسعار الفائدة يخفضها أو يرفحها حسب النروف البنك المركزي الأردني اتجاه الأسعار الفائدة كانت بألاء ارتفاع في الفترة السابقة ووصلت إلى حد أعتقد آن الأوان أنه ليعادة دراسة موضوع أن نخفض أو نرفع أو نبقي الأسعار الفائدة كما هي لكن وفق النظروف أنا أعتقد الاقتصاد حاليا بالاقتصاد الأردني بحاجة إلى تخفيض بحاجة إلى تخفيض لأسعار الفائدة بخبرتك تعتقد أنه سنتهب إلى التخفيض إذا كان ذلك ضروريا مدير عام جمعية البنوك دكتور عدلي قندح وأيضا المدير التنفيذي لدائرة الأبحاث في البنك المركزي دكتور رضا العزام كنتم معنا في الأحد الاقتصادي شكرا جزيلا لكما مشاهدين إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من الأحد الاقتصادي تابعونا دائما في نفس الموقع وللقاء ترجمة نانسي قنقر